اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كإنجاز كبير وهي ماشية بخطة سابتة يمكن لما بدأنا انتبع ميار من 3 سنين لما انطلق برنامج الابطال الحقيقة كانت في المركز تقريباً الـ 80-70 النهاردة منتكلم مع 3 سنوات ميار في الترتيب الـ 31 اكيد ماشية بشكل جيد بالرغم من اصابتها في مطلع هذا العام بشرخ او اصابة يعني في مشت القدم بعدت عنها عن الملاعب حوالي شهرين ولكن ده ما منعهاش ابدا انها تحقق نتائج جيد طيب افضل لعبة عربية الحقيقة حققت انجاز كترتيب انس جابر لعب التونس اللي وصلت للترتيب الثاني عالمياً ومازالت حتى الان في التوب 10 يمكن ميار عايزة تحقق انجاز زي ده ونفسنا في يوم من ايام نلاقي ميار في فينال احد البطولات الجراند سلام الكبرى في العالم وان شاء الله نتمنى لها كل الخير ميار مركزة يعني عايشة حالة التونس بشكل جيد من بلد لبلد معها طقم تدريب كامل من مدربين لمعدين نفسيين لمعدين بدنيين شغالة بشكل جيد كاحتراف نتمنى لها التوفيق كسرت رقم كابتن الشافعي طبعا لو اكيد هيكون اسعد واحد النهاردة كرئيس اتحاد انه في لعبة مصرية حطمت الرقم بتاعه اللي فضل محفوظ باسمه على مدار 48 سنة ميار الشريف الحقيقة يعني اسم كبير اسم يعني من ابناء النادي الاهلي اللي استطاع ان هو يوصل للعالمين